ترجمة نانسي قنقر قيادة الجيش الباكستاني كان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية وعدد من كبار القاد العسكريين الباكستانيين حيث عزفت الفرق الموسيقية النشيد الوطني لمملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وبعدها تفقد سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحية سموه وقد رحب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية بزيارة سموه رئيس الحرس الوطني إلى باكستان والتي تأتي في إطار تطوير وتنمية العلاقات العسكرية بين مملكة البحرين وباكستان وبهذه المناسبة أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين مشيرا بدور الجيش الباكستاني في دعم الأمن والاستقرار الإقليمية كما وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك وتم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة على مختلف الأصعد وخاصة ما يتعلق منها بالمجال العسكري